المعلومات المتوفرة عن الانتخابات لدينا أو لدى الجهات المتابعة سواء كانت هذه الجهات جهات سياسية دولية أو إقليمية أو جهات إعلامية تدل على أن واقع الانتخابات كان كارثيا بكل ما لهذه الكلمة من معنى والدليل الصراعي القائم إلى الآن من يوصفون الآن بالخاسرين في الانتخابات تيار الميليشيات العجدي الآن يقيمون تظاهرات واعتصامات في بغداد ضد مفوضية الانتخابات ضد النظام السياسي يطالبون بعادة الانتخابات واتهام جهات بالتزوير وما إلى ذلك ويهددون بالذهاب إلى آخر نقطة متوقعة يعني تهديد واضح وصريح جدا فهذا دليل على أن هذه الانتخابات أنتجت وضعا كارثي أما إذا جئنا إلى النسب النسب والأرقام التي أعطيت إلى الآن متعددة حتى المفوضية التي ينبغي أن يكون أو تكون النسبة التي أعلنت عنها هي القاطعة غير صحيحة لا أقول غير دقيقة بل هي غير صحيحة بالمرة وهناك اعتراضات عليها دولية وأقليمية يعطت نسبة 41% أو ما يقارب ذلك جهات مراقبة للانتخابات هناك دول غربية هناك بعثة الأمم المتحدة يونامي في العراق فضلا عن بعض الدول تابعة من خلال سفاراتها لم يكن لديها بعثات لمراقبة الانتخابات مع قصور كبير في المراقبة 800 مراقب فقط لألاف المحطات الانتخابية وفي المدن الرئيسة فقط لكن أقول الرقام التي أعلنت أو التي اجتهدت بعض الجهات في إعطائها تتراوح بين الستة بالمية و تسعة عشر أو عشرين بالمية ستة بالمية هي النسبة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات بدون ان تشعر عندما بدأت الاعتراضات من هذا الطرف الخاسر قالوا سنعيد النظر في ستين ألف صوت التي تشكل ستة بالمية من مجموع الأصوات يعني بحساب بسيط جدا إذا مجموع الأصوات أو مجموع المشاركين هم مليون فقط وهذا يعني بأن النسبة لا تتجاوز ستة بالمية ثم بعد ذلك بقدرة قادر أعلنت عن نسبة واحد واربعين بالمية بناء على طلبات خاصة من جهات داخلية وخارجية نجعل الدول الغربية والبعثات المراقبة أو السفارات أعطوا أرقام مختلفة يعني تتراوح بين 12 و 13 و 15 و 18 و 20% وهذه النسبة تتفاوت بين الدولة الفلانية والدولة الأخرى فهناك دول داعم الانتخابات بكل قوة وبأي طريقة وتريد أن تظهر المشهد على أنه مشهد ديمقراطي حقيقي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومن يلف حولهم والنظام العربي الرسمي للأسف يدور في هذه الدائرة وهناك دول لا أعطت نسب أخرى بل معلومة مهمة جدا من خلال مصادرنا وتواصلنا مع جهات عدة أنه حتى الاجتماع الذي المفروض أو الرأي الذي مفروض أن يصدر بالتنسيق بين الأمم المتحدة والدول الأوروبية ليعطاء موقف موحد الاجتماع الذي عقد لاتفاق على نسبة قد فشل ولم يكتمل ومن هنا اختلفت النسب إحدى القوى السياسية المشاركة في الانتخابات ولم تفز وقالت نحن قاطعنا الانتخابات بعد الانتخابات أعطت نسبة 12% من حصيلة كل هذا الذي جاره نستطيع أن نقول بطمئنان كنسبة وسطية بين هذه الأرقام أنه حجم المشاركة لا يتجاوز 15% أبدا ونكون أمير شخصيا إلى أقل من ذلك ولكن هذه جهات متعددة مختلفة ليست على مشرب واحد داخل العملية خارج العملية غربية عربية وما إلى ذلك وهذا دليل يؤكد ما قلناه في بداية المؤتمر الصحفي أنها أدنى نسبة مشاركة وهي أكبر نسبة مقاطعة للانتخابات انتخابات الأولى شهدت مقاطعة 42% من السكان لها الآن الانتخابات هذه 85% بناء على هذه النسبة أما بالنسبة للسؤال الثاني هل تشهدون مرحلة شد تعقيدا؟ نعم ستتعقد الأمور كثيرا كما تعودنا دائما ولكن في النهاية سيتم تلافي هذا الموضوع كما قلنا وإعادة الاعتبار للحجد الشعبي ولغيره وتقسيم الكعكة العراقية وفي نسب معينة مع الاحتفاظ هناك توجه أقولها بوضوح صراحة توجه دولي أممي ولكن لكم لاحظتم البيان الذي صدر بالأمس من مجلس الأمن بيان صحفي صادر عن مجلس الأمن بيحتة المتحدة المساعدة العراقي يهنئ الشعب العراقي بنجاح الانتخابات فالتوجه واضح أن انتخابات ناجحة وديمقراطية وما إلى ذلك الفائز الأول كما يقولون أو صاحب أعلى أصوات يبدو أنه ستكون له حظوظ كبيرة لأن هناك توجه دولي وأقليمي وعربي لدعم هذا التيار على الرغم من أنه هذا التيار قدم تنازلات مباشرة عندما جرى الحديث عن موضوع الكتلة الأكبر ولكن يبدو أن هناك دفع وتحديدا أمريكي بريطاني خليجي لدعم أن تكون هذه الكتلة التي حازت على أعلى الأصوات هي في مقدمة الترتيبات القادمة في العراق وترتيب الأوضاع وعطاء الحصص والترضي التي جرت في الحكومات السابقة في حكومة الكاظمي وحكومة عادل عبد المهدي وحكومات العبادي والمالكي أما بالنسبة لرئيس الوزراء فأعتقد أنه سيكون أيضا مرشح تسوية كما جرى في المراحل السابقة فإذن تطورات خطيرة جدا ولكن عندما يتم الترتيب النهائي والإخراج تهدأ الأمور لأن هناك سيطرة مركزية على ما يجري في العراق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة